السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو إن شاء الله سنشرح لكم واحد المشكلة اللي يوقع بزيال في المغاربة وهو شخص لقيته من اللي يحط واحد الإعلان دياله في علاء أفيتو يعني السيد بغي بيع طنوبيل أو بغي بيع تليفون أو بغي بيع شقاق ومن بعد من هؤلاء القدام هذا الشخص هذا القيته من اللي يبيع هذا كيف يبيع ذلك الشيء اللي يبغي هو يبيعه واحد المشكلة كيف يبقى الإعلان دياله في في علاء أفيتو والمشكلة الكبيرة وهي أن من الناس كيف يبقوا يعيطوا لهذا السيد لربما أنه حاط الرقم الهاتف لله يعني الشخصي أنا كنعرف بزاف ده الناس كيف يبيعه أفيتو ضروري يأخذ أورانج للاتصالات ومن بعد لقيت من اللي يقضي بالغارات يبيع ذلك الشيء اللي يبغي به أفيتو ثم يبيع ذلك الشيء اللي يبغي به ومن بعد من اللي يبيع ذلك الشيء اللي يبغي به سأتلقى الحسابي وستتكر من هذا الشعار إلى تلك تليفون بلغة أخرى سأتلقى على هذا البلاصة حسابي ومن بعد سأتلقى في هذا البلاصة السرقة ومن بعد سأتلقى الرقم الهاتف ما سأتلقى؟ هذا الرقم الهاتف لي أنا أخير بقوة ما سأتلقى؟ سأتلقى واحد الرقم المجهول يبدأ بصفر السا أو بصفر السبعة وقد تدخل عشرات الأرقام لا تشكل هذا دخلنا عشرات الأرقام مجهولة حيضنا الرقم الأصلي صحيح ودخلنا هنا رقم مجهول من بعد سأتلقى سأتلقى في هذه البلاصة ومن بعد سأتلقى سأتلقى في هذه البلاصة ومن بعد سأتلقى سأتلقى من هذه المشكلة حفظ التعديلات من هنا القدام في حالة ما إذا كنت يريد أن تبيع شيئا أخرى على أفيتو سأتلقى نفس الحساب لصوبتي في هذه اللحظة سأتدقى على واحد الكارتة عادية سأتستعملها غير البيع والشرق سأتعمل نفس الخطوات سأتلقى في هذه البلاصة ومن بعد سأتدخل هذا الرقم الصحيح في هذه البلاصة سأتدخلي صحيح ومن بعد سأتدخلي سأتدخلي اللي خديته سأتستعملوه فقط ليس شخصي إذا كنت من الله يعجبكم هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله